موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرق الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما أنك أنت السميع العليم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين إنه جواد كريم أرقام التواصل يا أخوة موجودة معكم على الشاشة ونسعد بمداخلاتكم اليوم سنتكلم عن موضوع جديد ومواكب للحدث على قولتهم نحن يا أخوة في شهر عظيم نحن في شهر ذي الحجة هذا الشهر العظيم الذي أقسم الله عز وجل بعظم مكانته لعظم مكانته والله عز وجل لا يقسم إلا لعظيم سبحانه وتعالى وقد تضافرت النصوص وجاءت الأخبار وصحة الأحاديث والآيات قبل ذلك على فضيلة هذه الأيام الفضيلة هذه الأيام يا أخوة ليست كسائر الأيام بل أن بعض أهل العلم قالوا أن ذي الحجة أفضل من شهر رمضان أن ذي الحجة أفضل من رمضان أفضل من رمضان مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر ما من أيام والحديث عام ويدخل في الأيام شهر رمضان قالوا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر وقالوا العشر من ذي الحجة وقد أقسم الله عز وجل قبل ذلك ودل على فضيلتها قوله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر أقسم الله عز وجل بالليالي العشر و قد صحت الأخبار عن المفسرين بل عن جمع من الصحابة منهم أبو هريرة رضي الله عنه بن عمر أو أظنها بن عباس أنهم قالوا العشر قالوا هي العشر من ذي الحجة فالعشر من ذي الحجة يقول لها منزل عظيمة لها مكانة عظيمة مبكى سأر الأيام و الفجري و ليال عشر لما يقسم الله عز وجل يقول و الفجر هذا اللي هو يسمى هو القسم و الفجر و ليال عشر هذا قسم يقسم الله عز وجل على شيء عظيم و الضحى و السماء ذات البروج و الشمس و الضحى هذا القسم الله عز وجل له أن يقسم بجميع مخلوقاته لكن هل يجب أن نقول و الفجر و الله و الفجر أني بييك اليوم و راسمي و أبوي أني فعلت كذا و شرفك هذه من الفاظ التي نسمعها اليوم عند بعض الناس و هي غير صحيحة و ما تجوز يا أخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك من كان حلفا فليحلف بالله حديث رواه حديث قاله النبي صلى الله عليه و على آله وسلم لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى له أن يقسم بجميع مخلوقاته له ذلك هذه الأيام يا أخوة كريمة يسن فيها العمل الصالح و العمل الصالح في هذه الأيام متنوع جدا من الصدقات و الصلاة و الإحسان و العطاء و بر الوالدين يا أخي الكريم شفت كيف أنت تتعامل مع رمضان شفت كيف رمضان يغير حياتك يغير جدوى اليومك يغير عباداتك يجعلك إنسان قريب من الله عز وجل كثيرا هكذا هو شهر أو العشر من ذا الحجة نعم أيام فضيلة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا أنه قال ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر فأكثروا فيها من التكبير والتهليل أكثروا فيها الله الله يا أخوة العمل الصالح من كان معتادا أن يقرأ ورده اليومي من القرآن فليزد في ذلك من كان معتادا أن يصوم الاثنين والخميس يا أخي أنا أقول لك صوم قد ما تقدر من ذا الحجة من كان معتادا أن يزور والديه أو أرحامه في كل شهر أو كل شهر أو كل سبوع مرة و مرتين أنا أقول لك زورهم كل يوم من كان معتادا أن يوزع ابتسامات حق الناس مثل ما أنا أعطيكم هذه الابتسامات يوزعوا ابتسامات كل يل و نهار فالإنسان المقصد يا أخوة من الكلام أن الإنسان يكون قريب من الله عز وجل أكثر وأكثر في هذه الأيام كل عمل صالح تراه أمامك كل أنت سباق له صلاة جنازة صدقة إعطاء المسكين مساعدة المحتاج مديد العون وغير من العطايا التي يحبها الله عز وجل والإحسان يعني العلماء يقولون كلمة الإحسان كل عمل صالح يندرج تحت هذا الإحسان فأكثر يا أخي الكريم أكثر من الأعمال الصالحة والتوبة والقرب من الله و مراجعة النفس من جديد و فتح صفحة جديدة مع نفسك و مع من يعيش معك وغيرها حتى تسلم لنا الحياة و نكون من ركب أولئك الذين فازوا في هذه الأيام الفضيلة لكن تدخل لنا العشر و تطلع نحن لا تغير فينا شيء هذه مشكلة كبيرة من المشاكل لا الموفق الإنسان العاقل يا أخوة يستثمر هذه الأيام لذلك الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحبه الله من هذه العشر قال الصحابة يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه و ماله و لم يعد من ذلك بشيء فإذا هذه الأيام فضيلة الأيام هذه جميلة الموفق العاقل يكثر بالتقرب إلى الله عز وجل التكبير و التهليل يا أخوة يا كرام التكبير و التهليل و التحميد لذلك العلماء يقولون التكبير و التحميد ينقسم إلى قسمين هناك تكبير مطلق عام و تحميد و تهليل هناك تكبير مقيد التكبير المقيد متى يبدأ يا أخوة؟ من فجر يوم العيد إلى آخر أيام التشريق يعني رابع إلى آخر أيام التشريق لكن المقيد متى يكون؟ المقيد يكون بعد كل صلاة من صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق بعد كل صلاة يكبر الإنسان الله عز وجل و يحمد الألفاظ المشهورة ما هي ألفاظ التكبير؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولا إله الحمد أما التكبير المطلق فهو أن تكبر الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين وأينما ذهبت وأينما خرجت وهذا يكون في سائر العشر من ذي الحجة وقد ثبتت الأخبار وصحت النصوص عن الصحابة رضي الله عنهم منهم أبو أبن عمر و أبو هرية رضي الله عنهم كانوا يخرجون للأسواق ليس لهم حاجة فقط لكي يكبروا الله عز وجل يكبروا يمشي في السوق واحد يقول شو في هذا يكبروا في الشعر ما في شيء يا أخوة هذه شعيرة من شعر الله عز وجل لا تتردد أبدا في ظهارها أمام الناس وفي من يراك في المجتمع وإما رحت وإما دخلت في الدوام في السوق في السكة في السوق السمج في السوق الخضرة فهي مكان الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ما في شيء ما في شيء إحنا مسلمين نعتز في ديننا نعتز بهذه الشعيرة وقد كان الصحابة كما أسلفت يعني يتعمدون أن يخرجون للأسواق و يكبرون بأصوات عالية يكبرون بأصوات عالية فقط لإخراج هذه الشعيرة فقال الصحابة فيكبروا الناس بتكبيرهم الناس يكبرون لما الناس يشوفون هؤلاء اثنين صحابة يمشون في السوق يكبرون أنا أمشي في السوق أسمح الثاني طايفين بجنبي الله أكبر الله أنا بقول مثلا الله أكبر الله أكبر والله الحمد فتجد الأسواق ترتج كما جاءت الأخبار عن الصحابة كانت الأسواق ترتج بأصوات التكبير الذي يكبر به الصحابة رضي الله عنهم و أرضاهم في الأسواق فأخي الكريم لا تتردد يكون إنسان مر مقدام في فعل السنن الثابتة عن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا و لذلك جاء في الخبر رحم الله من أحياء سنة قد أميتت بين الناس يعني الإنسان ما يترك هذه السنن و الأخبار من باب الحياة والله استحيى ريال فيه غير مسلمين و فيه أجانب في السوق شو أنا داخل تذي أمشي و أنا أكبر لا لا يا أخي أفراح و استانس و اعتز في دينك و لا تتردد في ذلك أبدا أنت هنا تكون إنسان فعلا يعني فخور بدينك و بسنة النبي صلى الله عليه و على آله و سلم من الأمور المستحبة يا أخوة أكرام في هذه الأيام الصيام و أكثر فيها من الصيام حتى لو تصوم الأيام كلها هذه أيام فاضلة ما يقول والله أنه في كراها يوم السبت يوم الجمعة يوم غيرها لا صوم صوم حتى لو تقدر تصوم العشر كلها صوم هذه الأيام العمل الصالح بشتى أنواعه من دوب و مستحب و مسنون فلا تتردد أبدا يا أخي الكريم في صيام هذه الأيام و الصيام لا يخفاك أجره كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي و أنا أجزيبه يدعو طعامه و شهوته و شرابه لأجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي و أنا أجزيبه شو يعني هذا الحديث هذا الحديث عظيم لما أنا أقول عطوا فلان و لله المثل أعلى عطوا فلان عشر دراهم و عطوا فلان خمس دراهم و عطوا فلان أميد دراهم و عطوا فلان عشر دراهم لكن فلان هذا خلى لي هذا خلى لي أنا شو تفهم من هذا التصرف أن هذا له جائزة خاصة لما أقول لك هذا فلان أتركه لي شو يعني هل أنا سأعاقبه لهذا دليل سأكرمه غير عن البقية فأنت تجد اليوم كل عمل ابن آدم له كل الأعمال يعملها الإنسان معروف أجرها أجر الصلاة كذا أجر الزكاة كذا أجر البر الوالدين لكن الصيام تعرف أجره كم حسن يحصل للإنسان الصائم لا أحد يعرف لا أحد يعرف ما أجر الذي يحصل له الصائم إلا النصوص المطلقة إلا النصوص المطلقة فأجرها عند الله عز وجل فهذا يدل على عظم هذه العبادة وأن الله عز وجل من أجل العبادات التي يحبها سبحانه وتعالى الصيام إذن لا يوجد حرج الإنسان يصوم يشكل عند بعض الأخوات يجوز أن نصوم العشر من الحجة وندخل معها صيام قضاء رمضان مثلا يجوز لا يوجد حرج يجوز لا يوجد حرج والحمد لله ربعلا أن هذه نافلة والعمل الصالح فيها المقصود أنت تتلبس بعبادة في هذه الأيام الفضيلة فإذا أنت تلبست بعبادة القضاء قضاء ما عليك من ربعلا في هذه الأيام الفضيلة فأنت قمت بعمل صالح يحبه الله عز وجل و لا يخفاكم يا أخوة الكرام كذلك أن أن هذه الأيام الفضيلة فيها يوم وهذا اليوم عظيم جدا عندنا أحنا كمسلمين وهو يوم عرفة وهو يوم أيش يوم عرفة هذا اليوم الذي ينزل الله عز وجل فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بخلقه الملائكة يقول سبحانه وتعالى ماذا يريد هؤلاء ينزل الله عز وجل و ينظر إلى العباد ثم يقول ماذا يريد هؤلاء فيقولون يا ربي أتوك يعني تائبين فيقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم في رواية أخرى انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أتوني شعثا غبرا هذول الناس العباد يوم القيامة في الوقوف يوم عرفة شعث غبر متبهدلين من الأوصاخ و العرق و التعاب و كذا و قد يعني تركوا المخيط و تركوا الملابس و الزينة و غيرها لبسين هذا الإحرام لبيك اللهم لبيك ماذا يريدون يريدون أن الله عز وجل يغفر لهم و يرحمهم و يتجاوز عنهم و يتوب عليهم نسل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا و أن يتوب لحجاج بيت الله عز وجل حرام و أن يغفر لهم و يرحمهم و أن يجعلهم من عتقائه من النار لذلك جاء فيها حديث آخر النبي السلام يقول ما من يوم أكثر الله عز وجل يعتق فيهم ما من يوم يعتق الله عز وجل فيه العباد من النار من يوم عرفة من يوم عرفة الله عز وجل يعتق من النار و ناس كثور فلما تجدهم في عرصات في صعيد عرفهم يدعون الله وتسهون إلى الله عز وجل و يستغفرون الله عز وجل و انظروا إلى عبادي الله عز وجل يباهي بهم الملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شحثا غبرة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم يا الله ما أعظم من حديث ما أعظم من نص عندما يتجلى الله عز وجل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا و هذول الناس قد ملأوا ذاك الموقف الصغير و الكبير الطفل و الأم و الشايب و الجدة و الأخت و الأخوات و الأخوة اجتمعوا في صعيد واحد كلهم قد رفعوا كفة ضراعة إلى الله عز وجل و هم يدعون الله عز وجل يا رب رحمتك تعجبك هذه المواقف لما تجد في الشاشة تجد الحجاج كلهم اللي تحت شجرة و اللي تحت حجر و اللي أخذ لزاوي و رافع يديه رافع يديه يستغفر و يتوب يدعو الله عز وجل يسأل الله رحمته و عفوه و غفرانه و عطاءه كم هذا عظيم بين يدي الله فالله عز وجل يبايدهم الملائكة يقول لي و انظروا إلى عبادي شوفوا عبادي هذين جوا من أقصى الأرض و من كل مكان ناس جمعت الأموال و تعبت و تعطلت في سفرها و يعني حقيقة و قد يكون فيهم المريض و كذا و اللي يجره و يسحبه في كرسي و عجوز تمسك عيالها و تمشي معها و شو يبغون هذول هذول الناس أتوا إلى هذا الموقف العظيم ماذا يريدون ماذا يريدون يريدون رحمة الله عز وجل و مغفرته فالله عز وجل يلبي لهم ذلك و يقول سبحانه و تعالى و أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ما أعظم من الحديث والله أسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم إنه جواد كريم و هنا رسالة حقيقة الحجاج بيت الله الحرام استغلوا هذه الأيام الفضيلة استغلوها لا تجعلوا الحج عبارة عن سوالف و ضحك و نجح مع أصحابكم أخوانكم و جماعتكم تضحكون و تسولفون في صعيد عرفة الناس تبكي بين يدي الله تخر الدموع و ترفع كفة ضراعة تحصل بعض يسولف و يضحك و يمزح مع ربعة و إخوانه و تارك الموقف العظيم اللي يتجل الله عز وجل فيه إلى السماء الدنيا و يباهي بهم الملائك و انتهاز تسولف و تلعب مع صاحبه ليش يا أخي يعني الوقت يدوب و لا حاجة يعني ساعات سويعات تجالس يوم عرفة إلى إلى غياب الشمس ثم ينفرون إلى مزدريفة فليش تترك هذه الأوقات أنت كم دفعت أموال كم تعبت كم تركت أبنائك كم تركت من تحب تركت من تعول رايح عشان تسولف لذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة يعني أعظم ما في الحج هو عرفة أعظم ركم في الحج عرفة ليش الوقوف في عرفة فلا تترك هذا الموقف العصيب هذا الموقف العظيم الجميل اللي الله عز وجل يباهي به الملائك ترك منه جالس السولف لا تحرم نفسك وإياك أن يزين لك الشيطان هذا الشيء إياك أن الشيطان يزين لك هذا الشيء وتنصرف عن هذا الوقت وكل من تعلم منه أنه رايح يسوالف وعلوم بتركه هذا مش وقتك قل اسريح مكانك خالي هذا مش وقتك هذا وقت الله عز وجل إذا تقبل فيه عملي يعني يرجعني كيوم ولدتني أمي من حجة فلم يفسق ولم يرفث عاد كيوم ولدته أمه تخيل يعود من الذنوب الخطايا مغصول طاهر نقي كيوم ولدته أمه في أخي الكريم أنت يعني لابد أن تصحح مسارك إذا أنت من حجاج بيت الله عز وجل الحرام لا تجعل الحج يدخل عليك وترجع أنا أستغرب من بعض الحجاج شو في عرفة يدخ زقارة يارس في حصائد عرفة يدخ زقارة ليش ويرجع من هناك ولا كأنه صار شيء أول ثلاث أيام هو راجع عند أهله ويستقبلون أهله وذبايح وقهوة وفالة حجة مبرو يسلمون عليه ثاني سبوع ثلاث حبيب في المقاهي شيشة وأغاني ومسلسلات وأفلام وحدث ولا حرج أنت شو استفت أنت رايح هناك تغسل ذنوبك سيئاتك كلها هذا العمل كلا الضيعة وترجع من يديد وتبني صفحات مليئة بالآثام والسيئات ليش الله عز وجل أعطاك صفحة من حياتك نقية بالطريقة هذه صافية ما فيها شيء من الشوائب ولا فيها حاجة أبدا من الذنوب والسيئات طاهرة نقية قلبا وقالبا ترجع من جديد باختيارك و بقلمك تمليها تمليها ذنوبه سيئات إنسان عاقل يفعل هذا لا والله العاقل ما يفعل هذا إنسان العاقل قبل ما يحج بيت الله الحرام عليه أنه فعلا يعني يراجع حساباته يمسك له ورقة وقلم و يخط و يخط أنا شو بأسوي أنا شو راح أعمل أنا شو راح أسوي لا هذا الشي أنا غلط لازم أسويه لا أنا قبل كنت مقصر بهذا الذنب لا علي أني أتوب أنا أسمع أغاني شو بستفيد أنا الحين ما حصل خلني أتوب إلى الله و أتركها و أستبدل الخير أنا أمشي مع جماعة كذا كذا أضروا كثيرا في ديني خلاص أنا أتركهم و هكذا الإنسان العاقل يحاسب نفسه لذلك يقول عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الإنسان العاقل يا أخوة الكرام يحاسب نفسه قبل ما يحاسبها الله عز وجل وزنوا أنفسكم قبل أن توزن يلزل الإنسان أعماله يوم القيامة توزن الأعمال أنت وزن أعمالك بنفسك أنت حاسب نفسك كل واحد فينا يحاسب نفسه الإنسان إذا ما يجلس مع نفسه في كل يوم قبل ما يرقد أنا شو سويت اليوم شو أسرفت شو أذنبت اليوم هذه مصيبة و كارثة لا الإنسان العاقل يحاسب نفسه وهذه وصية جامعة مانعة من عمر رضي الله عنه عندما قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا و كيف الإنسان يصحح مساره كيف الإنسان يصحح خطأه كيف الإنسان يصحح توجهاته في الحياة إذا ما كان يحاسب نفسه إذا ما كان يراجع نفسه لا القلوب هذه تمرض الإنسان إذا ما وصل إلى مرحلة يحاسب فيها نفسه معناته هذا القلب وصل لمرحلة خطيرة جدا خطيرة جدا حقيقة أنا نشف ريقي شوفوا هنا حد يا أخوة تحت الهوى و جيبونا ما يخلونا نشرب ماء الله يسعدكم فيا أخوة يا كرام الشاهد من كلامي لا ما نبغي أن هذه العبادة العظيمة تريد عدي لا نبغي هذه العبادة العظيمة الجليلة نقف معها وقفة حزم و نصحح كثير من أخطائنا و نقف معها وقفة نريد القرب من الله عز وجل و الموفق العاقل فعلا اللي يستثمر هذا العمل بما يحبه الله عز وجل إذن إذن يوم عرف إحنا لنجس نتكلم و ننادي و نقول يعني ما رح ننتهي و من أفضل القربات اللي الله عز وجل خص فيها هذا اليوم صيام يوم عرفة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل و السنة التي بعد صيام يوم عرفة صيام يوم واحد تصوم يا أخي الكريم قال أحتسب عند الله أن يكفر السنة التي قبل و السنة العاقل معقول إنسان عاقل يترك هذا العمل أنا ما أتخيل صراحة ما أتخيل أبدا أن إنسان عاقل يترك هذا العمل العظيم هذه العبادة العظيمة صيام يوم واحد نحن نبغيك تصوم العشر من ذي الحجة ليس فقط تصوم يوم عرفة يعني إذا نحن نحثك الحين من ساعة فقط أنك تصوم العشر من ذي الحجة وهي نافلة يعني العمل فيها من دوب لكن صيام يوم عرفة جاء فيها نص وأجرها عظيم عند الله أسأل نفسك وأنا وأنت نسأل أنفسنا شو أسرفنا من ذنوب سيئات السنة اللي طافت أسرفنا من ذنوب وسيئات الشيء الكثير بشيء بسيط كم قدمنا من سيئات من ذنوب نسأل الله أن يعفو عنه يغفر لنا ويرحمنا طيب الصيام هذا اليوم يكفر الله عز وجل السنة التي قبل والسنة التي بعد معقول إنسان عاقل يتركه لا والله نعم للأسف الشديد أنا نجد بعض أخواننا ما يصوم فلان اليوم عرفة ليش مرصاين ها ما أدري والله اتغديت يا ريال شو تغديت زي أنت تعرف هي والله عرف لكن ما أدري أمي حطت لي غدا وشو اتغديت في البيت يا أخوة يا أخوة لازم نعطي هذه الأشياء قداسة في حياتنا هذه أيام يعني جاء في الخبر إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكونه إذا هبت رياح الخير ومواسم الطاعات والقربات إلى الله عز وجل الإنسان العاقل يستثمرها إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكونه هذا اليوم بيروح يوم عرفة بيروح تنتظر السنة الياء الله علم أنت حي ولا ميت اغتنم هذا اليوم كن احذر كل الحذر أنك تفرط فيه لا صوم يا شيخ صوم احتسب الأجر عند الله عز وجل طيب إذا نحن اتكلمنا بما يخص بما يخص فضل العشر من ذي الحجة وتكلمنا عن النوافل والطاعات المستحبة التي يعملها الإنسان وتكلمنا عن صيام يوم عرفة وتكلمنا عن وضع الحاج في صيام يوم عرفة الآن نريد أن نتكلم عن بعض مسائل الأضحية وشو لها وشو عليها وشو فيها بالضبط الأضحية يا أخوة يا كرام لا يخفاكم يعني يقولون أن الأضحية سمت أضحية لأن وقتها يكون وقت القيام بهذه العبادة وقت الضحى قالوا لذلك سميها وقت تسمى بالوضحية الوضحية يا أخوة يا كرام مسألة خلافية وقعت بين أهل العلم بما يخص هل هي سنة مؤكدة هل هي واجبة هل اللي فعلها يأثم ولا ما يأثم أو لا المسألة بمحل خلاف طويل بين أهل العلم والفقهاء ونحن لا يوجد صدد أن نذكر أقوال أهل العلم أقوال كذا لكن خروجا من الخلاف يا أخوة خروجا من الخلاف أن الإنسان المستطيع القادر عليه أن يضحي عليه أن يضحي لكن الجمهور يرون أنها سنة مؤكدة وليست واجبة وليست واجبة ومستدلين بقول الله عز وجل فصلي لربك وانحر مستدلين بقول الله عز وجل صلي لربك وانحر إذن قالوا العلماء الصلاة هنا صلاة العيد والنحر إيش هو والنحر هو هنا ذبح الأضحية إذن تصلي صلاة العيد وتذبح هذه الأضحية وجاءت أخبار أخرى كذلك عن نبي سنسردها إن شاء الله لكن بعد هذا الفاصل نعود إليكم من جديد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما شيء عندنا وقت شيء بسيط يمكن عشر دقائق لكن المسائل المهمة جدا اللي معانا تحتاج وقت طويل حقيقة حلقة خاصة جدا شو يقول الإنسان يا أخوة الذي يريد أن يضحي يقول اللهم هذا عني وعن أهلي بيتي ويضبح بسم الله أكبر اللهم هذا عني وعن أهلي بيتي طيب من النساء اللي يذكرها بعض الفقهاء إذا كان عندك ولد وابن أختك مثلا ابن أخوك غيرها مش من عيالك ساكن معاك في البيت وعايش وياكل يشرب معاك في البيت هل هذا يعني تشمله الأضحية من ضمن عيالك نعم الفقهاء يفتون أن هذا يدخل من ضمن مستحقي هذه الأضحية طيب لو شخص متزوج أكثر عن زوجه واحد عندنا زوجتين ثلاث أربع لكل بيت وضحية لكل عائلة لكل زوجة وضحية ولا وضحية وحدة تجزأهم وضحية وحدة تجزأهم يا أخي الكريم وضحية وحدة تجزأهم بدليل من؟ بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى وغير رسول الله كم زوجة عنده مات صلى الله عليه وسلم وهو يعني تحت تسع من النسف صلى الله عليه وسلم طيب كذلك من المساء المهمة جدا إذا وصى إنسان يعني ميت وصى أن يذبحون عنه ويضحون عنه إذا كان ماله يعني ترك مال يأخذ هذا طبعا لا يخفاكم أن ثلث المال يجوز ثلث المال يجوز أنه يتصرف فيه ويتنفذ فيه وصايا هذا الميت ليس المال كله لا فقط ثلث المال الذي تركه المتوفى يجوز أنه يخرج منه شيء ويضحى عنه ما في حرج إذا ما نوصى واحد يقال يا أخي أنا بذبح اليوم بضحي عن أبوي الميت بس لا العلماء يقول هذا ليس عليه الدليل لكن أني أنا أشرك الأموات في الأضحية ما في حرج كيف يعني يعني أنا ضحيت هذي عني وعن أهل بيت وعن الأموات من أهلي مثلا ما في حرج وعما يقولون في ذلك يجوز اللهم لك الحمد أما تنفيذ الوصية إذا كان ترك المال ترك مال يجوز أنه يعني يضحى من ماله الذي تركه ثلث من ماله يؤخه ويضحى بجزء منه مثلا ما في حرج والحمد لله رب العالمين طيب لو أنه شخص يا أخوة كرام يعني في بلد أنا مثلا أنا إنسان متزوج وعايش في الإمارات لكني أنا أدرس برع أدرس دراساتي وعليا مثلا برع وعايش برع ما يهني قليل سويت ألفون حق البيت يا جمال الخير ضحوا عني لا يجوز ما في حرج عادي تصل لبه في عياله والدي الكبير فلان يا حمد الله يرضع عنك ضحي عني أنت السنة هذه أنا موجود برع لب العالم يبوي أنا أضحي أو اللب الضحي أنت من مالك لا يبوي أنا أضحي من مالي لكن أنت هناك تولى مباشرة ذبح الأضحية من هو الذي يمسك اللب يضحي أو لم يسافر اللب سبق وأسلفنا قلنا اللب يضحي هو صاحب الأضحية يعني اللب هو يمسك تصف عيالها عيالي ذبحته وضحيته هنا بعدين يروح يحلق ويقص أضافرة إذا أراد إذن يجوز ما في حرج ما في حرج من دولة لدولة أخرى ما في حرج الأمر واسع والحمد لله لكن العلماء يقولون الأفضل أنك تضحي في البلد اللي أنت فيها الأفضل هذا الشيء توزع الفقراء الموجودين عندك لكن إذا أنت ضحيت في بلد أخرى فما في حرج ويقص نسي تصار الحبيب وقص من أضافرة وسار الحلق وتحلق وتزين ويوم يا البيت أنا نسيت كيف أنا أنا نوي أضحي ووضحيتي هضيم ومربوطة عندي في الحوش ويسوي لحيننا عليه شيء لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فالحمد لله الخطأ والنسيان الله عز وجل ما يحاسب عليها الإنسان ما يحاسب عليها الإنسان لذلك جاء في الحديث قد فعلت قال الله عز وجل قد فعلت إن الله ما يحاسب الإنسان على خطأه وسهوه إذا خطأ وزل بغير وجهه عمد طيب يجوز واحد يضحي يقول لك واحد يا أخي أنا ما بشتري ما بشتري كابش ولا بشتري غن ما ولا غيرها بشتري أمية ديايا وبوزعها على منطق كام لحق الفقراء والمساكن الحبيب قالك في دولة منها الدول الفقيرة مثلا قال أنا أعرف هذه المنطقة فيها ميتين بيت وبذبح ميتين ديايا كم هذه يمكن تكون أغلى عن سعر الدبيحة صحيح خمسمائة ديايا خلونا فرضي الله نحط رقم على أساس أن يكون سعر أعلى عن سعر الدبيحة هل هذا يجزئ ما يجزئ لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام هذه يذكرها أهل العلم وهي الغنم والكبش والماعز والبقر والأبل غير هذه ما يجوز واحد عنده خيل قال والله أنا بضحي في الخيل يجوز ما يجوز يا أخوة ما يجوز إذن لابد يشترط الوضحية أن تكون من بهيمة الأنعام لابد أن تكون من بهيمة الأنعام يتحرج البعض أنه يضحي بالكبش المخصي لا هذا فيه عيب هذا مخصي فيه عيب وهذا كلام غير صحيح بل من السنة النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين موجئين يعني مخصيين لأن الكبش لما يخصى لحمه وكذا يكون أطيب يكون أطيب وأسمن الذبح فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بذلك والبعض يرى أن هذه الأضحية باطلة ضحى الحبي انتبه بعدين الكبش هذا مخصي لا يا أخو ما فيه شي جوز بل هذه السنة هذه السنة هذه يعني مساء يقع فيها البعض هو لا يدري لا يدري يفكر أن هذا عيب موجود في الأضحية لهذه ما تجزئ بل تجزئ بل أقول لك أبشرك أنت طبقت سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوز أن واحد يضبح في الليل بعد صلاة اللعشة ساعة عشر سنتين في الليل جوز ما فيه حرج المهم أن صليت العيد بعد العيد خلاص عندك الوقت مفتوح إلى رابع أيام العيد قبل غياب الشمس هذا آخر يوم عندك للأضحية في الليل النهار صباح ظهر ما فيه حرج الحمد لله رب العالمين توكيل أحد ثاني أن يباشر الأضحية العلماء يقولون خلاف الأول الأفضل أن أنت الضحي بنفسك الأفضل أن أنت الضحي بنفسك لكن الحين نحن اليوم عندنا قوانين يعني لابد أن الأضحية الناس يوم يبغي يذبح يروح يذبح وين في المقاصب يروح يذبح في المقاصب قال لك ليش قال لك لأن فيه عيادات هناك فيه دكتور يبحث الذبيح يشوف هل فعلا يعني خالية من الأمراض الداخلية في الكبد وغيره وكذا لا روح يذبح في الأضحية في المسلخ وغيره المعني أنا عارف أن الناس لا تسمع هذا الكلام والبيوت ما شاء الله يوم تمر في يوم العيد تشوف الذبايح معلقة من هنا وهنا كل واحد ماسك ويذبح والله أعلم لكن أنا شوف أن ننضبط ونتقيد مع أنظمة الدولة بلا شك أن هذا أسلم لي ولك وحفاظا على أنظمة الدولة وقوانينها المعمول بما يخص سلامتنا وسلامة الناس وحتى سلامة الأضحية لأن البعض حتى يوم يذبح لا يعرف كيف يذبح صراحة يبلك الستين يدوب تقص ولا هي مسننة ولا حاجة ويجلس يتعابل مع هذه الأضحية وانت شوفت عنكم الفيديوهات التي تنتشر لما يخص الأضحية الحين إلا هذه شردة قامت وفلت وإلا هذا رفس وعق وطيح فمسرحية تستوي لا يا أخي أنت أنك بتتباه بتتباه طيب طبعا لو أن شخص يعني يكرهون بعض العلم يخو بعض المسائل اللي يقع فيها بعض الناس شو هي أي يضحي بأضحية هو واخوه مثلا هذا يالس يضحي يذبح الذبيحة هذه والذبيحة الثانية جالسة تشوف النبي السلام قال على ما يعني أنت ذبحت مرتين هذه الأضحية ذبحت مرتين هي يالس تشوف أو ماسك ستين يالس الحبيبي يحدد هذه ستين جدام الأضحية جدام الذبيحة يعني شوف كيف ديننا حتى جعلنا يراعي حتى وضع البهيمة بين يدينا هذه أنه لا بشذي بس تعال وتعامل معها لا تعامل معها برفق أولين إذا تذبح وحدة خبي الثانية لا تخلي تشوف عملية الذبح حتى ما تؤلمها وتحد سكين كالنبي سيقال إذا ذبح أحدكم فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء فيا يا إخوة يعني الجماعة ينادون في الجهاز لازم نختم لكن حقيقة المساء الكثيرة ونحتاجها لكن أسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال وذكر نفسه إياكم ختاما أن هذه الأيام فضيلة لأننا نصوم إياك ثم يروح عنك يوم عرف وما تصوم يعني أنا حقيقة وجه الكلام لنفسي والأخوة المستمعين والمشاهدين وكل من في الاستيديو صيام يوم عرف يكفر السنة التي قابل السنة بعض احذر أنك تتركها احذر الجور عظيمة وإحنا على أبواب العيد الله في أرحمكم الله في صلاة العيد والله في زيارة الرحم والعفو عن من ظلمك والصفح عن من أخطأ في حقك وأنت بادر بالسلام لمن غلط عليك والله يتقبل منكم صالح الأعمال وشوفكم يا أخوة الكرام في لقاءة أخرى بإذن الله عز وجل نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة